اشتركوا في القناة ويكون موثوق لقطاع الأعمال الأوكراني سواء في الخارج أو في أوكرانيا وأشار رجال الأعمال الأمريكيون بدورهم إلى أن هناك تقدما ملموسا في الإصلاحات الجارية في أوكرانيا مما يخلق برأيهم مناخا استثماريا مناسبا وصلت إلى هنا مباشرة بعد لقاء مع الرئيس ترامب الذي تواصل لمدة ساعة بدلا من نصف ساعة حيث ناقشنا العديد من القضايا وتسعدني مشاركة رئيس الأمريكي في مجال الإصلاح والدفاع ودعم الاستثمارات الأمريكية في أوكرانيا وإصلاحاتنا الاقتصادية بالنسبة لنا هذا أمر بالغ الأهمية وأعتقد أن الوضع تطور بطريقة إيجابية كل من يشارك في تنظيم مثل هذه الأحداث الهامة يلاحظ أن أوكرانيا تتغير والآن بالتأكيد هي المكان المناسب للاستثمار ترجمة نانسي قنقر